استقار متوقع بمشيط الله تعالى على الأجواء ولكن مع السمار التقس البارد ليلاً في مناطق عدة من المملكة وارتفاة الدريجي متوقع على درجات الحارة كل ذلك في التفاصيل بعد هذا الفاصل شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري يتوقع بمشيط الله تعالى أن تسود أجواء مستقرة في معظم مناطق المقرية القادمة الأيام مستأجواء باردة خلال ساعات أليل هذه هي التي تنخف الدرجة الحارة الصغرى في العاصمة من إلى خمسة درجات مئوية بعض المناطق تتدنى درجات الحارة بها إلى دمى دوني ذلك مثل المناطق البادية والسوية الشرقية وجبال الشراء بشكل قد يسمح بتشكل السقيع في تلك المناطق أما بالنسبة للأحوال الجوية متوقعة خلال نهار يوم غدا فيما متوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والأجواء تكون مستقرة في معظم مناطق المملكة تكون كالتالي في إربط 17 إلى 9 درجات جرش 17 إلى 8 عجلون 16 إلى 8 درجات والمفرق 17 إلى 6 درجات الأجواء صحوة بشكل عام في هذه المناطق المناطق الوسطة المملكة تكون في عمال 14 إلى 7 في الصلط 14 إلى 9 في مأدبة من 15 إلى 7 البحر الميت من 22 إلى 15 وفي أزرقاء من 17 إلى 7 درجات مئوية التقص بارد نسبياً بوجه عام ولكن في ذات الوقت الأجواء صحوة ومشمسة في عدد من المناطق الكرك 15 إلى 10 الطفيلة 13 إلى 9 في أشرة من 11 إلى 7 درجات معام من 15 إلى 9 وفي خريج العقب من 21 إلى 15 درجات مئوية والأجواء كما نراحظ صحوة أيضاً في هذه المناطق شرقاً تكون الأجواء صحوة بشكل عام ظهور بعض الصحوب والغيوم 18 إلى 8 في الويشد 17 إلى 5 في الصفاوي وفي الأزرق من 18 إلى 6 درجات مئوية الأحوال الجوية متوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة تكون على نحو تالي إذن غداً الثلاثة من 14 إلى 7 ارتفاع آخر درجات الحرر يوم الأربعاء تسجل 15 إلى 7 درجات مئوية ظهور بعض الصحوب والغيوم وتكون حوالي 12 إلى 5 درجات مئوية يوم الخميس هناك تراجع متوقع درجات الحرر يوم الخميس بمشيئة الله تعالى مع تزاية فرص وطول الأمطار خاصة في ساعات الليل إذن هذا كان يكون لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة إذن تبدأ بخير ومحبة اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري شكرا للمشاهدة